النبي صلى الله عليه وسلم قبل لحظات قليلة من طلاق مراكة باب كان بيسوي الصفوف في واحد من الصحابة اسمه سواد كان سمين شوية فالنبي صلى الله عليه وسلم بعود بسيط كده كان معه وضربوا على بطنه وقال له استاوي يا سواد فسواد بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم أوجعتني رسول الله وأنا عايز أخذ حق فالنبي صلى الله عليه وسلم اداله العود وقال له استقد يعني ايه خذ حقك منه فسواد قال له يا رسول الله انت ضربتني وأنا لابسته بواحد ولكن وانت لابسته بين فوق بعض فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عن بطنه فلما سوعت شاف جسم النبي صلى الله عليه وسلم احتضل النبي صلى الله عليه وسلم ولزق فيه فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ما حملك على ذلك فبيقول له إيه؟ يا رسول الله قد حضر من الأمر ما ترى تشاف قدامك الى الحصن وست طا'Sت الضامن وأموت لم اموتش فأردتهux أن يكونeline أخر ما يلمس جسدي في الدنيا هو جسده فصلى الله عليه وسلم تخيل من شدة حب الصحابة رضوانا عليهم ان هم سايب كل حاجة وشايف الموت قدامه ومعركة كبيرة هتحصل وكل همه ان يلامس جسم النبي صلى الله عليه وسلم اشوفكم بكرا ان شاء الله وقصة جديدة بين النبي صلى الله عليه وسلم وصحباتي الكرام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته